في أول ملف نتطرق دائما وكالمعتاد إلى الشأن الصحي في أمراض القلب لنا حديثنا اليوم عن أمراض تصلب الشريين المتلازمة التاجية الحادة والأمراض الناجمة عن التهابات أغشية القلب ما هي الأسباب الأعراض وسبل الوقاية نتعرف على كل ذلك مع البروفيسور جميل الدين نيبوش رئيس مصلحة أمراض القلب والشرين بمستشفى نفيسة حمود بروفيسور جميل نيبوش صباح الخير نورت بلاتو صباح الخير شكرا على الاستدافة أهلا وسهلا بكم بروفيسور نيبوش هناك مجموعة من الحالات المرضية التي تنضوي أو تندرج كلها تحت وصف أمراض القلب ما هي بالعموم هذه الأمراض هذه الأمراض متنوعة جدا ومنتشرة جدا في العالم وفي الجزائر أيضا أمراض تكون في أغلب الحالات خطيرة وخطيرة جدا هذه الأمراض تمس الغلاف الخارجي للقلب في التهاب أو عضالة القلب أو الغلاف الداخلي هو الاندوكارد يعني هدهما يعني كيفاش نقدروا يعني نفصلوا فيهم الأمراض تكون أمراض يعني مباشرة الخطورة مباشرة وحدة نعم هي السكتة القلبية المعروفة بلاكخيز كاردياك لكل واحد يعرف كيفاش تجي يعني هذه من أخطر الحالات في أمراض القلب نعم فيها بعض الأمراض الخفيفة كيعني اتراب نبضات القلب أو يعني فيه بعض من الأحيان فيه ألم خفيف ويعني يجي من يعني الاستغرس يعني توتر اليومي لكل واحد عندنا في هذا يعني المعيشة بتاعنا ياخي كما تشوفوا متحرجة جدا يعني هذه هي الأمراض وفيها أمراض يعني ما ننسوهاش كان بزاف أن ينسوا هده الأمراض تحت طفولة وهده الأمراض الطفولة يعني غير معروفة جدا من المواطنين لازمنا نعرفها وما هي هذه الأمراض يعني هوا يعني بصفة عام بوفيسور نيبوش ما هي الأعراض يعني التي ترافق كل هذه الأمراض ومشتركة بين هذه الأمراض والتي تجعلنا نفكر أنه عندنا مشكلة في القلب وتجعلنا نذهب إلى الطبيب نعم هي أمراض متخلفة جدا وهذه الأمراض يعني ما فيهش يعني أعراض خاصة بمرض القلب يعني هذه هي المشكلة الكبيرة يجيك أنت عندك ألم في صدرك تقول بلاك عندي يعني مرض في البومان في ريئتي تروح تعالج وحدك ساعات يجيك ألم في المعدة هو مرض قلبي نعم تروح تعالج المعدة يعني وفيه يعني يعني نراحين أنفاغو تغديل يعني الكشف العلاج أو الكشف نعم الكشف تعل المرض والعلاج طبعا بعد العلاج هدي هي يعني المشكل الكبير يكفيه أعراض خاصة ويلازم الأخي المواطن يعرفها نعم أولا كيكون ألم كبير في الصدر ويزير بزاف يروح ويجي يروح ويجي ويزيد يكتر نحن نطلبه من أخي الوطن يتصل يعني بصفة مباشرة مصالح نعم الإنعاش القلبي والاستجالات نعم القلبي متخصصة بالقلب مش بالطب العام لماذا؟ لأن تروح عن الطب العام فيه يعني نضيعه في الوقت وهذا يعني ضيع الوقت خطورة على الإنسان لأنه مازموش نضيعه في الوقت لماذا؟ عندنا ست سويا في الكريز كاردياك باش الإنسان يمنع من الخطورة على المرض إلا كان فتنا أخذ ست سويا ما في حتى علاج يكون فعال هل لازم نأكده عليه؟ ولهذا المريض لازم يتصل مباشرة بمصالح الاستعجالات القلبية في كل مستفشيات موجودة وخاصة في العاصمة باش يديروا له كشف مبكر وهذا الكشف المبكر هو هو الإلكترو كارديوغام نعم يعني هو لدي الكشف المبكر وفيه يعني علاج خاص يجي من بعد نجموه نتكلمه عليهم بعد هذا اللول وإلا كان فيه يعني عوامل ويراتية يعني يشوفوا باللي فيها في العيلة فيها بعض الحالات يعنوا من الموت المفاجئ المفاجئ نعم في العائلات إلا كان فيه موت مفاجئ في العائلات لازم يكون فحص دقيق في كل أفراد العائلة هذا يعني يأكد باللي فيه مرض خطير في العائلة نعم ونجمي نكشفوه باش ما يتكونش هذا الموت المفاجئ يزيد يعني يتكرر نعم وهذا يعني النقطة اللي حبيت أن أكد عليها اليوم وهذا غير معروف يعني في عند المواطنين الجزائريين وهذا المشكل العالمي نعم نعم كل البحاتاء يأكدوا عليه يعني بصفة خاصة على الموت المفاجئ هل من بين الأعراض أيضا التي لها علاقة بأمراض القلب أن يصاب الإنسان بذيق التنفس بالإغماء يدوخ بروفيسور فيه نعم فيه يعني أعراض من هذا الشيء فيه أعراض يعني فيه ديق التنفس هو من أعراض أمراض القلب نعم وخاصة إذا كان فيه يعني قصور القلبي الإنسوفيزانس كاردياك اللي حالة يعني منتشرة جدا في الجزائر ويعني فيها مراحل المرحلة الأولى أكدت عليها هي ديق التنفس هذا من من يعني الأعراض الأولى في هذا المرض أمراض نعم ولازم يعني هذا العراض له لازم المريض يروح مباشرة إلى الطبيب باش يكون كشف مبكر هي كل علاج نعم العلاج يعني الفعال يكون مرتبط بالكشف المبكر في كل حالات المرض نعم في السرطان في كل نعم يعني لازم المرض إلا كان كشفناه يعني مباشرة مبكرا نعم فيه علاج وفيه أمل نعم باش الإنسان الشفاء والحياة نعم هذا معروف ولكن إنسان إلا كان جاء في حالة يعني متأخرة مؤسفة متأخرة ما فيهش علاج يكون يعني فعال جدا وفيه مصاريف كبيرة أيضا نعم على العتق المريض المريض وأيضا نعم على مصاريف الدولة صحيح وهذا يعني لازمنا نأكدع له وحنا مؤسفين في الجزائر المريض ما يجيناش يعني دائما في المرحلة الأولى باش نقدروا يعني نقوم بالمرض التعون ونعالجوه يعني بصفة فعالة جيد بروفيسور ميبوش من بين الأمراض التي متعلقة بالقلب وهناك الأمراض التي تعرف بأمراض تصلب الشريين واش نقصد به تصلب الشريين وما هي الأعراض المرافقة لك؟ نعم تصلب الشريين يعني مرض هذا معروف أيضا ومنتشر إحنا كشفنا بلي منذ سنوات بلي مادة الكوليستيرول هذي يعني مادة خاطرة على الإنسان خاصة بعد ربعين سنة نعم يعني الخطورة تعه يعني كل جسم صح روم يعني ولهذا تشوف واحد عنده صدمة قلبية وأيضا عنده سكتة دماغية يعني مرض واحد باش نعرفوه يعني عنده لافيسي هذا نعم تع المخ هو يقدر يكون عنده السكتة دماغية مرض الشريين نتاجية تعقلبه يعني مرض واحد باش نفهمه نعم المرض يعني هذا لازم كيكون واحد عنده لافيسي يعني يعني نهضر يعني بكلم باش المواطن يفهمني هذيك جلطة دماغية ايه اللي كان جات لازم نديره كشف في القلب باش نعرفوه إلا كان القلب مروش مضرور وأيضا الكلاوة وأيضا السخين يعني باش نأكدوا بلي مرض واحد نعم ماش يعني الأعضاء هذه أعضاء نابلة وهذه الأعضاء مهمة جدا للإنسان مش يكون يعني فيه يعني في تكامل بتاع هذه الأعضاء باش يكون الإنسان يعني فيه جسمه يعني كامل صحيح نعم هذا الكداس يعني يدين السكتة القلبية وهذه السكتة القلبية مفاجأة للإنسان لأنه يكون لباس عليه يقول لك ما عندي حتى أعراض ونعم ما في حتى أعراض من قبل بعد يعني سنوات يعني يبدأ الأعراض ولكن الأعراض اللي يجي يجي صدفة مفاجأة يجي الشرايين يتغلقوا نعم ويجيه ألم كبير ساعات ما كانش ألم خاصة إن كان عنده الدس سكري وهانك نجي هذاك الألم الكبير وهذا انسداد انسداد خطير ويؤدي إلى نسبة مئوية كبيرة جدا من الوفيات يعني نقدره نوصله إلى 32% من يعني نسبة مئوية في العالم الوفيات أكتر يعني من السرطان في البلدان يعني كما الجزائر نعم طيب الأعراض المرافقة مثلا لأعراض متعلقة بالشرايين تاجية هناك أعراض متعلقة بالشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ وأعراض متعلقة بالشرايين التي تنقل الدم إلى الكلا وإلى السقين والذراعين الأعراض هذه بروفيسور مثلاً بالنسبة للدماغ كيف يحس الإنسان؟ بالنسبة للدماغ هي ما في حتى أعراض من قبل حتى أن يجي يجي لافيسي هذا أو لايتي أو مشكلة هنا الجلطة العابرة نعم المشكلة هنا يقولك أنا كنت لها بس عليا صحيح ضربة واحدة يجيه شلل نصف الجسم أو يجيه لايتي لايتي يعني استنافق تسمع بلاك أو راح يجيك لافيسي وما هي أعراض لايتي الجلطة العابرة؟ لايتي إنسان يعود مفاجأة ما يقدرش يتكلم ما يقدرش يعبر تقيل في الحضرة أو يجيه يعني شلال خفيف يدو ويعني وبعد دقائق يروح له في حتى مشكلة وقد تتكرر؟ تنجم تتكرر أو يجي مباشرة لافيسي يعني استنافق تسمع لازم الإنسان يروح ويقولك أنا ضربني لهوا وعيت ما لقدش مليح يعني دائما الإنسان يحوس يلقى يعني سبب في هذا الأعراض يعني نقطة بالذات لما يقول إنه ضربني لهوا هل يعني هناك أعراض عندها علاقة مثلا؟ نعم يجي ما تكون باراليزي فاسيال نعم هذيك لباراليزي فاسيال نعم لباراليزي فاسيال هذيك مرض أغر بسبب البرودة؟ هذيك اللي يجي من البرودة نعم أفخيقوغي هيتوها نعم أفخيقوغي نعم بالبرودة يجي يعني شلل ولكن في الوجه فقط فقط هذيك مرض أخر نعم مش مرتبط بالدماغ نعم هو مرتبط بالعرق نعم اللي يجي في الوجه نعم اللي يجي في الوجه في الوجه ولكن هذيك مرض أخر نعم في علاج خاص نعم ولكن المرض اللي متعلق بشرايين شرايين الدماغ هو الشلل يعني نصف الجسم أو نعم اللي يجي خفيف حاجة خفيفة كان اللي يجي هم ما يشوفوش مليح ضربة واحدة وبعد يزيد يقود يشوف نعم يعني هذا يعني حذاري وحذاري لازم الإنسان خاصة خاصة وراح نتكلمو عليه في أخر الحصة هو ما هو اللي عنده يعني عوامل الخطر نعم الداسوكاري اتفاع الدق الدموي ونجمو نهضره على كل شيء فلنتحدث نفصل في هذه الأسباب وعوامل القطر نعم بروفيسور نيبوش يعني ما الأسباب وراء الإصابة بهذا التصلب بتاع الشرايين ومن المضاعفات المحتملة يعني العوامل الخطر كثيرة جدا العمر واحد كي يكبر في السن يزيد يكتر له هذا شن نعم على يعني مرض يجي بعد 40 سنة وعدد نشوفوه قبل 40 سنة نشوفوه 30 سنة موجود بسبب ارتفاع الكوليستيران والدهون نعم تبدلت الأمور تبدلت في العالم كامل وأيضا في الجزائر صحيح يعني نشوفو الاستغاس يعني الناس تنقلوا من الريف للمدينة المعيشة تغيرت يعني أسلوب الغذاء تبدل تماما نعم يعني تدخين قوى ارتفاع الضغط الدموير أنا في 30 بالمئة في الجزائر ده سوكاري ده سوكاري أنا في 14 فصل 5 بالمئة سمانة عدم الحركة يعني كل هذه العوامل هذه يعني أدت إلى ارتفاع كبير جدا من هذه الأمراض يعني متعلقة بكل هذه العوامل الخطر ولهذا ونأكد يعني هي الوقاية الأولية هي يعني المرحلة الأولى اللي لازم نقوم بها يعني وقاية أولية للإنسان هو بداته بداته كي يكون صغير الأم لازم تربي طفل تحتها ما يكلش سكر تربي طفل تحتها ما يكونش المواد الدهونية الدسمة تربي طفل تحتها على البدنة على السمانة تربي طفل تحتها مش تكون الحركة على الرياضة نعم الرياضة دائما يعني كما يقولون الجسم السليم يعني في العقل السليم العقل السليم في الجسم السليم السليم وهذا نأكدوا عليه نأكدوا عليه حتى نشوفه يعني حتى الآن دراسات أكدت باللي يعني لجيان دانتغ عندها مهمة صحة الأسنان نعم صحة الأسنان فيها يعني مهمة جدا للقلب صحيح وهذا عند الطفولة الصغار لازم هم عندها الأم والأب صحيح أيضا عندهم يعني مسؤولية كبيرة في هذا الأمر كي يوصلوا يعني إلى ربعين سنة أيضا لازم نأكد عليه التدخين لأننا في الجزائر نشوفه التدخين يبدأ من يعني الطفولة يعني كل واحد صغير يبدأ يسكيف يعني في في عمره سبع سنين عشر سنين وهذا يعني لازمنا التربية 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 مهمة جدا تربية في كل ميادين الحياة صحيح وهذا يعطينا يعني كي نكبروا الأمراض هذه تنقص بعد عندنا عندنا يعني عند الكبار إلا كان واحد يعني جاه مرض القلب لازم يكون يعني يحافظ على نفسه مرضة القرآن ولكن شوفوه بعد ثلاثين بالمئة يعودوا يتكيفوا من دروس جديد يزيدوا فهمتني في عوام الأخرى ما تجي الخطيرة وهذا وبين هذه العوامل أيضا البروفيسور من عنده ضغط دم مرتفع أيضا من يعانم الالتهابات المفاصل نعم هذا الالتفاع الضغط الدموي يعني منتشر جدا عندنا في الجزائر منتشر جدا وخطير وهذا المرض ما عندوش يعني أعراض ما عندوش أعراض يعني حتى أن يجي يعني في المرحلة الأخيرة باش يقدر يمدلك أعراض راسه يوجع منها عندو زف في الودنين عندو الدق التنفس كما قلت قلتي من قبل هاد الأعراض يعني كين نجيوا باش نكيلوا يعني ارتفاع الدغط الدموي نلقاوها طالع جدا ولهذا يعني يكون فيه فيه يعني يعني الكلا قصور قلبي نعم يجي وهذا كان يعني فيه ارتفاع الدغط الدموي ليوصل قصور قلبي يعني حالة مؤسفة جدا قصور قصور كلاوي وقصور قلبي نعم يعني فيه يعني مشكلة جلطة تعالجلطة دماغية في ارتفاع الدغط الدموي واحد كل عوامل مش عامل عوامل مرتبطة بينها نشوفوا واحد عنده دس سكرين وعنده ارتفاع الدغط الدموي في زوج وساعة تكيف وعدم التحكم فيها نعم قد يؤدي الى الإصابة كل هاد الأوامل يعني الخطورة لكن جمعناها وصبحت يعني ثلاثة ولا ربعة تؤدي خطورة أكثر على الإنسان هذا باش نكونوا نعرفوا هاد هاد المشكلة نعم وبالنسبة للأمراض تصلوا بالشرايين بروفيسور نيبوش ما هو العلاج المتاح لها؟ ها قد نلجأ مثلا حتى الى الجراحة باش نحيو هذه المواد الصلبة الدهنية على الشرايين؟ هي ما نقدروش نحيوها العلاج موش باش نحيوها العلاج يعني كيكون شرايين مغلوق نجيبوه شرايين اخر اللي موش يعني مضرور ونعودو ونحطوه في شرايين للمريض باش نغديو هادك هادك المنطقة متاع متاع القلب باش نغديوها بال بالدماء باش نجيب هي الكارديولوجيا انترونسيونال مندلوش جراحة مباشرة احنا ندخلو هادك هادك غصور باش نحلوه شرايين نحلوه بالغصور هادك نحلوه بالغصور يعني التكلوفة تنقص الخطورة على الانسان تنقص فيه يعني هذه خطورة متاع الجراحة نعم وفيه فعالية ايضا فعالية كبيرة يعني كبيرة يعني كنحلوه شرايين عندنا يعني كل الوسائل في الجزائر يعني باش ندو بهذا العلاج الفعال طيب هناك ايضا ما يعرف بالمتلازمة التاجية الحادة كمصطلح يوصف الحالات المصاحبة لانخفاظ تدفق الدم المفاجئ الى القلب وهي علامة على خطر الاصابة بالنوبة القلبية النوبة القلبية او سكتة القلبية او يعني كل يعني افراد او الفاض يعني كثيرة جدا هي الدم كي ما وصلش الى منطقة يعني معينة من القلب من عضالة القلب هي كل شي عضالة القلب العضالة على القلب هي اللي عندها المهمة الكبرى هي اللي تدفق الدم الى يعني كل العضالة كي تكون هذه العضالة تفشل وتفشل يعني مباشرة بعد انغلاق الشرايين يوقع فيها يعني صدمة كبيرة على الانسان صدمة كبيرة يعني هذا من من اخطر يعني الامراض الموجودة وهذا يدي الى 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 عوام الأخرى يقدر يكون يعني الموت مفاجئ مفاجئ نعم مباشرة يكون فيه اضطرابات اه اضطرابات في نباضة القلب نعم فيه امراض صممات مباشرة يعني كل امراض على القلب تقدر تجي مباشرة وهذا العلاج يكون علاج يعني صعيب جدا ولهذا لازم نحلوها ذاك الشرايين ما خليه وش مغلوق عن طريق الجراحة لا لا عن طريق الانتغفنسيونال فيها ادوية نقدروا نحلوها بالادوية هي جلطة هي جلطة هي جلطة دم مجلط نجموه بالدواء نحلوه ولكن فيها يعني نقدروا مباشرة نحلوها ذاك الشرايين بالعملية القسطرة هذه عملية القسطرة موجودة في الجزائر في البراكز يعني في مستشفيات الجامعية وايضا في الايادات الخاصة وهذه العملية القسطرية هي من من افضل العمليات باش نحلو الشرايين يعني نوصلوه حتى الخمسة وتسعين بالمئة نحلو الشرايين وكي تحل الشرايين يعني نحلوه والدم يعني يقدر يوصل الى العضالة يعني اللي اللي كانت يعني مفقودة من الدم نعم ولهذا لازم هذه العملية من افضل تكون يعني مبكرة جدا باش يعني الانسان إلا كان وصلنا متأخر إلى المستشفى عندما نجموش نقومو بهذا العملية يعني مباشرة وبفعالية وأيضا يعني لكان ما كانش يعني كل جهاز في الجزائر لما كونش عنا جهاز متاع هاد القسطرة ممكن نديروا لها تخنبوليز نعم يعني ونديروا يعني أدوية في العرق نعم يعني سهل يعني ما فيها حتى مشكلة هاد لها تخنبوليز باش هادك الجلطة هديك تدوب تمشي والعرق يتسرح ولكن فعالية امتاع هاد العلاج ناقص على فعالية القسطرة هو بين 60% نعم أو أقل من 60% من 40% إلى 60% نحن نفضل عمالية القسطرة القسطرة أحسن نعم أمراض أخرى ناجمة عن التهابات أغشية القلب بروفيسور نيبوش وهنا نتحدث بعد التعرض إلى نوبة قلبية التعرض إلى كوفيد 19 كما يعني عشنا هذه الفترة المؤلمة وأيضا التهاب المفاصل السرطان الفشل الكلوي كلها قد تؤثر على أغشية القلب نعم تكلمتي على الكوفيد يعني عشنا يعني في جزائر وفي العالم كامل وخاصة نحن في الجزائر عشنا يعني فترة مؤلمة جدا وعرفنا كيفاش يعني هذا المرض انت على الكوفيد كيفاش يعني عنده مضعفات على القلب هي مضعفة الأولى حادة الحادة يعني الأسبوع الأول الثاني الثالث حتى الربع هذا يعني تؤدي إلى التهاب القلبي أو يعني فيه يعني تخطر في الدم نعم وهذا تخطر في الدم مهم جدا وفيه علاج خاص الانتهاب خطير الانتهاب خطير خطير جدا الانتهاب عضلة نعم هي عضلة أو غيجة في القلب وهذا الالتهاب يدي إلى حالات يعني مؤسفة يعني حتى السبعين بالمئة من من حالات الموت مه وبعد الشهر الأول يفيه يجي يعني مرحلة أخرى نعم كانت غير معروفة هي ما بعد الكوفيد صحيح وهذا ما بعد الكوفيد يعني مش فقط القلب لي لي يكون يعني يتأثر بها ولكن حتى أعضاء أخرى نعم نعم أيضا الكلاع نعم أيضا كما أكدته الوخ يعني كل أعضاء الجسم لأن الكوفيد يعني مرتع جسم كامل صحيح هذا الخطيرته ليس قلب فقط ليس هي الأول هي هم الرئتين لمرضهم من الأول رئتين صحيح هي الأول لأن هذا الفيروس يقيس يعني يقيس الرئتين من قبل قبل ما يقيس القلب نعم و بعد شهر نقول لك أن الكوفيد خلاص ارتحت منه يعود يجي يعود يجي بأعراض أخرى ومع لا بلوش بلي الكوفيد أعراض قلبية فيه التهاب غلاف القلب نعم فيه التهاب في في عضلة القلب وهالالتهاب في عضلة صدلام يوكارديتا هذه صعبة صعبة جدا وساعات نلقاو نعم بعد شهور نلقاو باللي الإنسان هذا ده الكوفيد لماذا يقول كمانا ما ديرش الكوفيد ما عندي ولكن ده الكوفيد من آثار الكوفيد فيه نعرف على هذه المشاكل القلب ست شهور عام من بعد احنا نشوفوه نديرو فحصات فليكوغافي كارديالك نشوفو باللي هاد الإنسان اتعرضي للكوفيد شكرا جزيلا لك البروفيسور جمال الديني بوش رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بمستشفى نفيزة حمود على كرم الحضور وعلى كل هذه الإرشادات القيمة شكرا لكم أيضا أهلا بيك شكرا لكم شكرا لكم